قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السماعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان العذراء مريم في التراث الكنسي وقد استضاف البرنامج في الستوديو الأيكونومس دكتور إبراهيم دبور رعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية الذي شرح وفصل خصال العذراء مريم التي امتازت بها عن باقي نساء العالم كي تكون هي وحدها والدة الإلهي التي تجسد وحل في أحشائها كما وضح العديد من العقائد الأوفيقسية التي سنتها الكنيسة للحفاظ على أصالة وعمق التراث الكنسي فإلى هناك هلأ أبونا نحن بالنسبة لموضوع المريم العذراء في التراث الكنسي نحن الأسبوع الماضي بحثنا عن موضوع اللي هو العقيدة الرقاد رقاد السيدة العذراء أو العقيدة الانتقال السيدة العذراء طبعا هناك على المؤمن تختلط بعض المفاهيم والتسميات يعني عيد انتقال أو عيد رقاد أو عيد موضوع الصعود إلى السماء هلأ موضوع الصعود يعني نحن مش غريب علينا في الكتاب المقدس يعني مثلا نقولك النبي إليا صعاد إلى السماء بمركبة نارية في العهد القديم وأيضا أخنوخ صعاد إلى السماء أيضا وصعود السيدة المسيح كمان له المجن إلى السماء فموضوع الصعود أنه نذكر في الكتاب المقدس لكن موضوع صعود السيدة العذراء مريم أو عيد الانتقال أو الرقاد هون صار في عند الناس يعني دائما تساؤلات لماذا هذا الصعود أو هذا الانتقال والرقاد لم يذكر في الكتاب المقدس كباقي القديسين والأنبياء مريم العذراء أهم منهم بنظرهم وهل هذا التعليم الانتقال أو الرقاد هل هذا التعليم تعليم رسولي يعني هي الكنيسة التي أثبتتها أو الكنيسة التي وضعتها ليس مذكر في الكتب المقدسة أنا بصراحة أبونا عند تحضير الحلقة الأسبوع الماضي وعم بحضر هذه الحلقة حاولت أني أجد مراجع كثير عن موضوع الرقاد والصعود ملقيتش أنه كتب رسمية يعني دائما كلها كتب منقولة وكتب غير رسمية وفي حتى قصة تومة القديس تومة أنه التقى في العذراء في السماء أيضا مش مذكورة في الكتاب المقدس يعني بشكل صريح ووضع مذكورة في كتب موثقة ومعتمدة من الكنيسة أنه تأخذ منها تستقل منها المعلومات لكن برضو كمان عليه تساؤل إجتنا كتير أبونا تساؤلات من الناس حابين يفهموا هل هذا تعليم رسولي هذا أحد الأسئلة التي توجهونا فيها حتى نصوص مثلا من القديسين الأباء القديسين اللي مروا على الكنيسة أيضا لم يذكروا عن موضوع هذا أنه العذراء انتقالها وصعودها إلى السماء وأحد كمان الأسئلة اللي وصلتنا وحابة أنه مثلا أنت تجاوب عليها لماذا مثلا إذا كان المصدر الرسولي واحد لكل الكنائس فيه تفاصيل مختلفة ما بين الكنائس القبطية والكنائس الأرثودكسية والكنائس الكاثوليكية ما بين أنه صعود بالنفس والجسد هالجسد حي أم ميت اللي صعد إلى السماء الآخر من هذه الأسئلة أبونا أنا بتمنى أنه يعني يتسع صدرك لهذه الأسئلة لكن نحن في برامجنا يعني بنا نفتح قلبنا لكل هذه تساؤلات الناس ونجيب عليها ما هو سر مخبة نخبي عليهم لكن أنا بعرف بنفس الوقت أنه في أمور يعني صعب الواحد تفسيرها بيرجع لقلبه ويستمد قلبه ويشوف أنه هل أريد أن أؤمن أم غير أنه مؤمن وسؤالي حتى كمان هل أنا عم بسأل من أجل التشكيك من أجل أنه أعلنها أنها هاي هرطقة أو مش هرطقة زي ما أحد الكمان المعلقين يعني كتبها أم أنه أنا بس بدي أؤمن لإلي وأنا مؤمن حتى لو أنه أسمع شيء تاني أنا مؤمن لأنه عندي أنا قناعة وهذا في قلبي أنا مقتنع بهذا الشيء اللي أبائنا اللي وضعوا أو التعليم الرسولي اللي وضعوا أو أبائي الكنيسة اللي وضعوا هاي العقيدة أؤمن بما يجيء من الكنيسة غض النظر الكتاب المقدس لازم يعرفه كل العالم أنه لم يكتب حتى سيرة حياة المسيح حتى يحنى في الإنجيل بيقول لو أردنا أن نكتب واحدة فواحدة الأمور العملة على المسيح كل كتب الدينة ما بتوسع بالتالي بولوس الرسول بيقول أو يحنى بيقول يعني أردت أن أكتب لكم ولكن أن حين أحدوا إليكم إذا أتكلم فما لفم في أشياء كتيرة في الكتاب المقدس لم تكتب حتى أعمال الرسل عندما نتكلم عن أعمال الرسل أكم رسول نذكر في أعمال الرسل وين راح وين أجو يعني غير شوية بطرس الرسول شوية استفانوس والبقية بولوس الرسول وبعدين حتى استشهاد بطرس الرسول واستشهاد بولوس الرسول لم يذكر اللي هم يعتبر كتاب أعمال الرسل فالكتاب المقدس كتب الأمور المهمة جدا 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 لخلاص البشرية حتى أقوال المسيح التي كتبها يعني من سن واحد لسن تلاتين لم يذكر عن المسيح نفسه له المجد إلا لما كان عمره 12 سنة راح إلى الهيكل فنقطة أولى لا نطلب من الكتاب المقدس أكتر ما هو بده يعطينا ونبلش نألف ونقول هذا الصح وهذا الخطأ لأنه مش مكتوب أو مكتوب الكتاب المقدس واضح نعم واضح بده قلنا عن سر التدبير الإلهي تجسد الصلب والقيام الخلاص هذا شيء مهم جدا لحياة الإنسان باقي ما متبقى ليس من اختصاص الكتاب المقدس أن يكتب لنا سيرة حياة لا القديسين ولا العدرة ولا حتى نفس المسيح له المجد كتبنا الأعمال والعجائب والأقوال التي بتهم خلاصنا فقط لغير نعم فمشان هيكي يجب أن أكون واضحين حتى لما نقرأ الكتاب المقدس يعني أومن بلان واحد اللي احنا نكون لأتنا من أولى لم تكتب في الكتاب المقدس لأنه هي موجودة في سنة 325 ميلادي لكن هي كتبت على أساس الكتاب المقدس نعم نقطة مهمة جدا أخرى أن العدرة مريم رقدت بعد ما كتبوا الكتاب المقدس نعم يعني بدنا نكتب كتاب مقدس جديد مشان نكتب عن حياة مريم العدرة نعم حياة مريم العدرة وحياة القديسين حياة القديس اندراوس اللي هو أحد الرسل حياة القديس بارثلماوس حياة القديس متة نعم هاكولاتنا بنقودها بكتب الكنائسية التي تسمى السينيكسار